نتواجد الآن في منطقة الزنوج هذه المنطقة التي تقع في الجهة الشمالية الغربية من مدينة تعز والتي شهدت مساء الأمس مواجهات هي الأعنف بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وعناصر الميليشيات الانقلابية من جهة أخرى تركزت المواجهات في جبل الوعش ومحيط جبل الوعش تبت الكمبتين والأبنية التي تتمركز فيها عناصر الميليشيات الانقلابية مبنى الإريال والمبنى المجاور لتبة الكمبتين أيضا جاءت تلك المواجهات بعد قيام طيران التحالف العربي بشأن عدة غارات على مواقع تمركز الميليشيات الإنقلابية في الأجزاء الأخيرة من معسكر الدفاع الجوي وكذا جبل الوعش والشارع الخمسين وكما أفادت المعلومات بأنه تم تدمير دبابة تابعة لعناصر الميليشيات الإنقلابية في شارع الخمسين وبالتالي فإن استمرار الغارات التي يقوم بها طيران التحالف العربي يساهم كثيرا في تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا على الأرض ويساهم أيضا في سرعة استكمال عملية تحرير لهذه المدينة من عناصر الميليشيات الإنقلابية حمز أمين قناة بالقيس من منطقة الزنوج تعيز